مساء الامل في الحقيقة حياتنا كلها مليانة بطلاقات ومحن مفيش حد في الدنيا بيعدي الحياة كلها في سعادة وفرح لازم يبقى فيه اختبارات من ربنا في الوسط والناجح اللي هو يعرف ينجح في الاختبار دوا ويتخطى ومش بس كده لأ يستغله يستغله ان يبقى احسن ويبقى اقوى ويبقى افضل وانه هو ينجس كل حاجة في حياته ويطلع لقدام مايرجعش الورا فيما كله بتقول ان الناجحون بيعبرون للنجاح من بوابات الفشل لأ انا عندي ان الناجحون بيعبرون للنجاح من الشقة والتعب والقلم والتحمل والصبر من كده بيبقوا ناجحون عشان كده معينا ومعاكم النهاردة استاذة امل ازاي حضرتك استاذة امل استاذة امل محمود ابراهيم عضو الغرفة التجارية بالاسماعيلية نائب اول سيدات اعمال عضو اللجنة لدى اتحاد العام لسيدات الاعمال عضو مستقبل وطن ما شاء الله عليك بصراحة ما فيش احسن من كده تايتل عشان اقوله يعني ربنا يخليك حضرتك طبعا بنرحب بيك النهاردة اهلا بيك وطبعا مش بس التايتل بس اللي جدير لا حضرتك ما شاء الله يعني متواجدة في مجالك كتير قوي مجالات كلها يعني جميلة وكلها حاجات مفيدة للمجتمع وحاجات مفيدة للناس بحب بلدي بحب مصر قوي فعايز اعمل اي حاجة جديدة واي حاجة لمصر لان مصر انا مهما يعني اعمل مش هوفق اي حاجة لمصر ان مصر دي مصر جميلة طبعا والمفروض ان احنا كلنا بنشتغل من اجل مصر يعني طبعا بالفترة دي بالذات تمام ازاي احنا قدرنا مع البيت ومع الاولاد ومع ان احنا بنربي وبندادي وبنحايل وبنشوف بيتنا وبنشوف مهام بيتنا وكلام ده كله ونكون في نفس الوقت دعمين للذوق في الشغل وكمان بنكون بعمل تطوعي وكمان ما شاء الله علينا في مجالات مختلفة وغضو في اكتر من لجنة وفي اكتر من عمل تطوعي وكل ده كمان وبنشتغل ازاي وفقنا ما بين ده كله وعملنا الموازنة الجميلة دي ان انا نكحة في كل المجالات كست يعني تقولي ايه للستات ازاي يوفقوا ما بين كل المجالات وبنقحين بالشكل ده لو اي ست حاولت ان هي تنظم حياتها وتنظم وقتها كويس جدا هتنجح وهتنجح نجاح باهر وكل حد فينا بيبقى عنده موهبة بس يعرف ينميها بالطريقة اللي هو حابب ينميها به بس يبدأ اهم حاجة ان احنا في البداية نبدأ ونشوف احنا حابين ايه ان انا لما دخلت مجال البصريات دخلته يعني من عن طريق جوزي يعني ان هو كان اخصائي بصريات وعندهم كذا فرع بصريات فانا يعني حبيت ان انا في الاول بدأت معاه في الورشة وكان عندي في الوقت ده ثلاث ببهاب هم دلوقتي يعني رجالة ودخلوا برضو المجالات ونجحوا والحمد لله الثلاثة نكحين اللي في البصريات واللي عمل شغله وحبه فطبعا بالبداية كنت منظم وقتي ان انا الولاد وهم صغيرين فعلا كنت بقى اصحاب ادري اودي ايالي مدرستهم ارجع حضر لهم غداهم مش اروح المحل حضر الغد اللي هم هيتغدوا ويجوا من المدرسة يلاقوه جاهز الساعة مثلا اتنين يكون كله كمبليت ما يحسوش ان مامتهم برضو بتشتغل او لانه برضو ده عمل خاص بتاعنا احنا فكنت اروح اوديهم وبعدين اروح اعمل لهم الاكل واردت بشاقتي وانزل اروح المحل وبعدين الساعة اتنين اجيبهم وايجي نتغدى ويعملوا واجباتهم اسكمتي الدروس نفس المواضيع عندي في البيت وبعدين بالليل اعشي يوم ونايوم وانزل شغلي دي كانت الفترة اللي هم في البداية ويوم الجمعة ده متفرغة اليوم طول اليوم انا وباباهم اخدهم نخرجهم لان احنا طبعا كانت اجازتنا بالنسبة لنا الجمعة بس في اسماعيلية طبعا كنت باخدهم اخرجهم اوديهم بقى اللي هي الالعاب اللي هم حبنا في الوقت ده طبعا الحمد لله كملت المسيرة وجوزت التلاتة وخلفوا دلوقتي هم اللي هيقوموا بالوضع ده مع ولادهم فابتديت بقى اتفرغ للعمل العام دخلت اول حاجة بقيت اول نائب سيدات اعمال في الغرفة التجارية بعد كده اخدوني معينة من الوزارة عدو مجلس ادارة في الغرفة التجارية في الاسماعيلية ايوا وبعد كده دخلت مستقبل وطن ايوا طبعا يعني دي كلها اختيارات مشان يعني احسوا ان انا نشاطي كويس وان انا بفيد البلد فعلا لان انا يعني دخلت في كذا حاجة وكذا حاجة الحمد لله ده توفيق من ربنا ان ربنا وفقني بيها وبعد كده البشمهندس ابراهيم العربي جاء ظهرنا وكرمنا في اسماعيلية وطبعا شاف الانجاز الكبير لسيدات اعمال مشانا بس مجموعة سيدات اعمال عاملنا والرئيسة بتاعتنا الدكتورة دينا يقود بتادينا وانا نائب اول ومجموعة كبيرة من السيدات كنا كلنا متطوعين في العمل العام ده فكرمنا واخدنا لجنة للاتحاد العام في الغرف التجارية ودي اول لجنة تتشكل في مصر طب انت شايفة سيدة اعمال ايه ايه فايدة العمل التطوعي عموما نستت يعني ايه فايدة ان انا انزل من بيتي عشان خاطر اعمل اقضي عمل تطوعي بدون اي اجر ايه اللي بيفيدني انا شخصيا بيفيدني انا خبرة بيقويني قبل ما اقوّل قدامي يعني انا لما دخلت العمل العام ان احنا بدأنا مع السيدات اللي هي قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة خالص لان احنا وصلنا المرحلة ان احنا عندنا الستات بقت متفرغة قوي وبقت احتياجاتها كتير طب ليه هي مش عارفة تبدأ منين يعني هي كسيدة قاعدة في البيت هي مش عارفة تبدأ ازاي احنا عارفة احد يوجيها بالظبط احدش ام مش عارفة احد يوجيها احنا بناخدها بنوجيها وبنقول لها انت لا يا نفسك في ايه انت عندك حاجة بتعرفي تعمليها في مننا ناس غوية تعمل تركو بتخيط خويس جدا بترسم في واحدة تانية بتبيع اونلاين بتجيب حاجات وزوءها حلو بتبيع اونلاين فبدأنا كده بدأنا ان احنا نجيبهم ويبيع اونلاين طبعا في النص كده للمشوار عملنا برتوكول مع بنك الناصر الاجتماعي وجبنا لهم كارد اسمه مستورة الله اه الكارد ده طبعا بيبدأ من 4000 جنيه لحد 20 دلوقتي وصل ل30 هتنفذ في 7 اللي جاي ده 30 ألف ان هي تبدأ يعني عشان ما تقولش ايه انا عندي موهبة بس ما عنديش المادة لأ احنا جبناها للكارد بدون فايدة مساريف ادارية كلام فاضي طبعا يعني مش مبلغ وابدقي وارينا طبعا في الوقت اللي هي بتبدأ فيه ده واحنا ده عملنا في اسماعيلية ونجح منه 260 سيدة ما شاء الله ده حاجة دميلة جدا فطبعا احنا دلوقتي بنفكر في اللجنة العامة للاتحاد العام بنعمم الموضوع على مصر كلها لان هو نجح في اسماعيلية الاول ياريت ياريت فعلا الموضوع يتعمم وكل شخص احنا فعلا من اول ان شاء الله سبعة هنعمم الموضوع ونبتدي نشتغل على الوضع ده لان فعلا احنا بقينا استهلاكيين زيادة عن اللزوم مفيش انتاج مفيش انتاج طب احنا عايزين ستة انتاج طبعا بالتالي ان الفراغ وحش بيعمل مشاكل وفعلا بيبقى فيه خلافات ويبقى فيه طلاق كتير لأ طبعا احنا نشوف حاجات تشغل فيها نفسها ببقى كل الوقت الزوج محور الحياة والاولاد محور الحياة ويبقى بص تلاقي حياتها ضاعت ومفيش حاجة هي بتعملها وحياتها ضاعت وعندها موهبة بس مش عارفة مين اللي ينمّلها موهبة دي مش عارفة مين اللي ينمّها لها فطبعا احنا على ايامنا انا حتى لما بكتمع بيهم في الغرفة بقولهم احنا على ايامنا يعني ما كانش فيه حد بيقول لنا كانت غلطاتنا احنا اللي بنشيلها لا ده النهاردة النهاردة احنا احنا في البداية بدأ اعملنا لهم معارض في المجانة الغرفة اللي كانت بتشيلها عندنا في اسماعيلية الغرفة عملنا 18 معارض معارض منها 3 ايام عيد الام عيد الحب اهل الرمضان اهل المدارس ده شهر اهل الرمضان اهل المدارس ده لمدة شهر طبعا بيبقى فيه جزء منه عندنا طبعا جزء منه سيدات اعمال حوالي 50 باركتشن دول السيدات بتاعنا ما شاء الله انا طبعا انا من المنظمة المعارض اللي بروح كل يوم ايه المشاكل بتاعتكم كل واحدة طبعا عندها مشكلة شكلة يعني مش كمان بس احنا بني بجي القرد وخلاص لا احنا بنتابع بتابع طبعا بعد القرد طبعا ايه اللي بيحصل ده اجمل ما في الموضوع اه ان انا طبعا من خلال المعارض دي انا تعلمت حاجات كتير فتهم كتير وفت نفسي كبير مش هما بس يعني نجحوا منهم ناس فتحوا محلات عندنا حوالي 20 سيدة فتحت محل وعملت سجل تجاري وبتقدر بيها طبعا ده في حد ذات وهم مش هما لنجحين احنا لنجحين سيدات اعمال اسمالية هما لنجحين ان هما قدروا يحولوا سيدة في المنزل لسيدة اعمالي ممكن تكون سيدة بسيطة كمان ممكن يكون مش متعلمة كمان مش متعلمة وفيه كمان احنا دخلنا على الضواحي لهم الجزء انه مش متعلمة دخلنا على الضواحي عايزة تشتغل بس مش عارفة تشتغل ايه عندها بيت كبير بتاخد قضى منه وبتعمله بقالة مش الله اه دخلت على حاجة تانية بس دي كانت في اخر معرض وحاجة جميلة جدا على السيدة اللي اتحالت معاش اللي حاست ان الوقت بالنسبة لها خلاص انا كده اتحالت معاش اتركم في البيت لا ما تتركنيش اشتغلي وعملي بتقضر بي وسجيل لتجاري واشتغلي وبدأ حياتك يعني انا كمان بقول للسيدة بعد الستين لا انت مش هتعودي لا ما تتركني اه انت هتشتغلي ده ممكن يكون اللي جاي في عمرك احلى وفعلا اللي جاي فعلا طبعا واهدى واهدى ليه لان هي حاجة هي طول عمراء موظفة فالنهاردة دخلت لمجال تاني تجارة ثقافة اكتر ان هي مش هتقعد خلاصا قعدة كده بس انا خلاص الحياة بتبدأ بعد الستين تطحلها حياة تاني حياة حياة جديدة اه حياة جديدة حياة بعد الستين حياة جميلة بتشوف ناس بنعمل اخر يوم في المعرض الحياة تبدأ بعد الستين لا ايا فعلا فعلا وبعدين هم مش باين عليهم كمان ان هم يعني سنون كبير فأستاذة امل يعني في وسط ده كله اكيد كل الناس النكحة عموما بتيجي في الوسط كده تقول ايه خلاص انا هقف لحدين انا مش قادرة اكمل حصل لي مشكلة معينة ما بقتش بعدها قادرة اكمل لا هل انتي مريتش بحاجة زي كده ولو مريت بيعت تجاوزتها ازاي لا ده انا مريت بمحن كتير في حياتي اوي 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 امكن لو حد كان اتعرض لها كان خلاص بقى انا كده بالنسبالي خلاص انتهت يعني لا انا يعارفة المشي بالعربية وبتاخد مطبه وبتاخد غيره وكمل هسوق يعني هسوق فهم انتي الاسرار اسرار اعلى اسرار ان انا كمل وبقى ناجح في جميع الاحوال وفي جميع الظروف انا هكمل مسيرتي ما هي ده الصح هو ده الصح مع التعب والمرض هكمل مع ان انا فشلت في مشروع هبدأ تالي هبدأ من الاول هبدأ من الاول وجدين ان انا بقول لكل سيدة ما تيقسيش من اي حاجة قابلك لا حياتنا كلها كبشر مش انا بس لا كلنا عندنا مطبط ولازم نتجاوزها ولازم نقوم ونقف تاني ونكمل ونكمل وننجح مش نكمل بس نكمل وننجح يعني انا عن نفسي انا حصل لي كذا حاجة في حياتي كده ممكن شريط وشريط درامي قوي بس طبعا الحمد لله انا نهاردة مش فاكرة كفاية ان انا وان انا يعني كروح روحي حلوة مش فاكرة الحوارات دي خالص يعني يعني انا في بداية مشواري خالص يوم زواجي من جوزي ممكن دي كانت مفاجأة او جوزي اتفاجئ ان انا بتكلم فيها ان انا اخويا مات قبل الفرح بساعتين لا حاوله ولا قطع اه من كهرب من فرحي لا اله الله عادي انا بابايا كان راجل متدين اوي والله يرحمه بقى فقال لك لا انا كل حاجة جاهزة جاوزها بعد التالت الموضوع ده الحمد لله انا 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 ما بابتكرهش اللي كل فيني يعني وربنا رزقني بابراهيم اللي هو اخويا اللي اتوفى كان اسمه ابراهيم ربنا رزقني بعد سنة ربنا بيعاوض يا مادم اه لا عاوض عاوض العلم او الدنيا لا او ما خدش الاجر في الدنيا هاخده في الاخ دي حقيقة والله انا باخده في الدنيا الحمد لله واكيد ربنا سايب لي حاجة في الاخر حلوة يعني اه طبعا اه طبعا طبعا مش اكتفيت بكده كمان يعني اكتفيت ان احنا في عز ما احنا متفقين والحياة جميلة انا والزوجي وولادي والحياة عارفة اسرة بتشتغل انا اخد العيال بهات كده في الورشة وكنت بادخل الورشة اساعده طبعا ايام الاجهزة اللي كانت لسه احنا النهار بنشتغل فيه ايام الاجهزة البدائية كنت بقف واشتغل عليه على الجهاز اللي هو اليدا وده وقص بالمقص اللي هو محدش يقدر يشيله ده فهو كفاح حلو ففترة دي فوقتي من الزوج اللي هو عمود البيت بتاعنا جاله فشل كلام ما وقفتش على كده لأ برعله بكاليا فجئت ان ابني كمان عنده فشل كلوين يا حبيبي اه فبرضه ما وقفتش الحقيقة على كده عوض ربنا كبير ربا اينا استمرينا استمرينا واشتغلنا وما يقاسناش من اللي حصل لنا طب قوليلي بقى في وسط ده كله كان فيه خلافات زوجية طبعا اكيد اكيد لا لا يعني احد روزك شايفة في الشغل وشايفة في البيت لا فأكيد فيه احتكاك ما طبعا وبيبقى احيانا فيه خلاف على الشغل يعني بكنا نتجاوز الخلاف بزيزي اولا لما بحد بيجي لنا البيت او المحل ولا كأننا مختلفين بنعدي من فوق المواضيع مختلفين على حاجة بنعود مع بعض ونقرب وجهة النظر انا كنت قصد كذا وايه هو كان يقصد كذا وبناتفاهم في الاخر يعني وهي قلد دي الحقيقة النجحة ان هي ما بتمشيش اقولك ان انا لا ما بتمشيش على وطيرة واحدة لا احنا لازم يبقى فيه خلافات عائلية ومشاكل واهمة حاجة في الحياة الصبر اه طبعا من عدم يزبر على كل الاختبارات اللي ربنا بيدهيل وكل الحاجات اللي ربنا بيدهيل اقولك على حاجة انت كده وانت قاعدة مع نفسك لو مختلفة مع جوزة بتقولك افتكر حاجة حلوة هو عملها وانت وهو نفس الحكاية بيفتكر حاجة حلوة انت عملتها فبتتجاوزوا عن المشاكل وان في نفس الوقت الاسرة النكحة دي ما ينفعش يبقى فيها حاجة يعني انت عندك الحمد لله اسرة نكحة ومع احفاد وخلاص هم شايفين ان احنا قدوة قوي الولاد والاحفاد فما تقدريش تقولي ان في مشكلة بتتجاوز اي حاجة وهو نفس الحكاية انا سعيدة اوجدك معي النهاردة ربنا ايخ امل مثل اعلى وجميل لنا كلنا اشتغلي انزلي اعملي حتى مشروع صغير من البيت اجتهدي ربنا هيدعمك وهيقف جنبك وهتبقي مثل اعلى للنجاح زي مادام امل مش محتاجين فلوس مش عايزين ننزل نشتغل اشتغلي في العمل التطوعي ما تضيعيش عمرك هباء مش عايزة تشتغلي خالص اقرائي ثقفي نفسك اعملي اتعلمي لو انت جاهلة انزلي تعلمي من اول وجديد في حاجات كتير دلوقتي وفي كورسات كتير وفي حاجات كتير ممكن تتعلميها المهم ان ما تقفيش مكانك وتقولي خلاص انا مش هقدر اعمل حاجة تاني لأ كملي وخلى عندك اصرار وعزيمة بصراحة انا سعيدة جبكي جدا تاني النهاردة انا سعيدة ونشكركم جميعا والى اللقاء في حلقات مليانة بالطاقة الايجابية من برنامجنا ستعلم ستعلم اشتركوا في القناة